موسيقى منتصف الليل عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار والبداية بالعناوين محلي سرتيم في قصف طائرات مجهولة مناطق لما يعرف بتنظيم الدولة وعسكري مصراتة يؤكد ان سلاح الجو تابع للمؤتمر لم يستهدف اي مواقع في سرتي مقتلوا الشخصين برصاص في جذابيا بينهم امام مسجد الملك بعد استهدافه بوابل من الرصاص من قبل مسلحين اثناء خروجه من صلاة الجمعة ليون يؤكد انتهاء مهمته في ليبيا ويقول انه لن يغادر قبل التوصل الاتفاق النهائي ومجلس شيوخ ليبيا يقود جهودا للتقريب بين حكومة الانقاذ وحكومة الازمة موسيقى اهلا بكم نفى رئيس المجلس المحلي في سرط عبد الفتاح السيوي الاخبار التي نقلتها بعض وسائل الاعلام بخصوص قصف طائرات مجهولة مناطق يسيطر عليها ما يعرف بتنظيم الدولة في المدينة واوضح السيوي ان الخبر عار عن الصحة نظرا لعدم وجود اثار للقصف ولا اصوات الانفجارات بالمناطق التي يسيطر عليها تنظيم داخل مدينة سرط من جانب اخر كدى نطق باسم المجلس العسكري في مصرات ابراهيم بيت المال ان سلاح الجو التابع للمؤتمر الوطني العام لم يستهدف اي مواقع في مدينة سرط مشيرا لان دوره يقتصر على الطلاعات الاستطلاعية وذلك بسبب تمركز ما يعرف بتنظيم الدولة بالقرب من اماكن وجود المدنيين رغم تحذير المواطنين من ذلك بحسب قوله يذكر ان مدينة سرط تتعرض لغارات جوية من طائرات مجهولة من حين لاخر وما زلنا في سرط حيث اكد رئيس المجلس المحلي في سرط عبد الفتاح السيوي قيام المحكمة الشرعية التابعة لما يعرف بتنظيم الدولة في سرط باصدار عدد كبير من احكام الاعدام بحق عشرات من ابناء المدينة واضاف السيوي ان التهم التي وجهها التنظيم لاغلب هؤلاء الشباب هي تهم تتعلق بدعم احد اطراف النزاع الليبي ونوه السيوي لاستمرار انقطاع الوقود والغاز واغلاق المصارف في المدينة وهو ما يصعب الحياة داخلها بحسب قوله هذا ونفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الامريكية ميشيل بالدانزا توجيه ضربات جوية لمواقع تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرط الخميس الماضي ونقلت وكالة الانباء الروسية سبوتنيك في نسخطها الانجليزية عن بالدانزا قولها ان وزارة الدفاع اطلعت على الاخبار التي نشرتها بعض الوسائل الاعلامية مؤكدة عدم تنفيذ القوات الامريكية لأي ضربات في سرط يؤشر الى ان عدة وسائل اعلام اجنبية ومحلية تحدثت عن قصف لمواقع تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة من قبل طيران مجهول فيما نفت عدة مصادر هذا الخبر اكد معاون امير الغرفة العسكرية جدابيا محمد بسيط مقتل امام مسجد الملك الشيخ محمد المشيطي الجمعة بعد استهدافه بوابلا من الرصاص من قبل مسلحين عقب خروجه من صلاة الجمعة واوضح بسيط ان المسلحين لاذوا بالفرار دون ان تحدد هوياتهم لافتان الى ان المشيطي توفي قبل وصوله للمستشفى واضف بسيط ان تحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة منوها الى ان الوضع الامني متوتر في المدينة واكد مصدر خاص فضل عدم الكشف عن هويته في مدينة جدابيا مقتل شخص بعد استهدافه بعبوة ناسفة يوم الخميس واوضح المصدر لقناة ليبيا لكل الاحرار ان محمود بوراوي استهدف بالقرب من جامعة جدابيا ظهر الخميس وقد توفي قبل وصوله الى المستشفى الجدير بالذكر ان مدينة جدابيا شهدت المدة الماضية عمليات استهداف لواحد وعشرين شخصا من عسكريين وامنيين ومشايخ كان اخرها استهداف خطيب مسجد التوحيد في المدينة سلمان الكبايلي بوابل من الرصاص الى بنغازي حيث قال مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي ان اشتباكات متقطعة جرت صباح الجمعة في محور الجامعة مضيحا ان قوات الشورى استهدفت تمركزات الكتيبة 204 دبابات الموالية لحفتر بمدفعية الهاوتزر واكد المصدر لقناة ليبيا لكل الاحرار سقوط عدد من القتلى والجرحى التابعين لقوات الكرامة في محور الهواري يوم الخميس بحسب قوله مضيفا ان قوات الشورى ما تزال تحافظ على كامل تمركزاتها في جميع المحاور واشار المصدر الى ان الطيران التابع لقوات حفتر حلق الجمعة فوق سماء المدينة ولم يقصف اي نقطة تابعة لشورى الثوار اكد مدير مركز بنغازي لتشخيص وعلاج السكر عوض لغويري تسلم الادارة العامة للامداد الطبي في طرابلس لشحنتين من الانسولين الايام الماضية واضف لغويري ان الادارة العامة للامداد الطبي ستوزع شحنتين الانسولين حسب احتياجات المناطق حيث سترسل كميات لمناطق الجبل الاخضر وبنغازي والوحات عبر مطار الابرق فيما سترسل شحنات الى البطنان عبر مطار طبرق يشار الى ان مركز بنغازي لتشخيص وعلاج السكر اغلق ابوابه بعد نفادي مادة الانسولين الفترة الماضية اكد مصدر اعلامي من درنا فضل عدم ذكر اسمه سماع اصوات اجتباكات بالاسلحة المتوسطة والخفيفة داخل حي الاربعمائة بمنطقة الساحل الشرقي صباح الجمعة هذا واكد المصدر تمكن مجلس شورى مجاهدي درنا وشباب المدينة من التصدي لمحاولة قام بها عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة للتقدم في محور حي الاربعمائة بحسب قوله هذا وافاد مسؤول المكتب الاعلامي لمجلس شورى مجاهدي درنا وضواحيها محمد المنصوري بانضمام مجموعة من شباب قبيلة القطعان من مدينة طبرق الى قوات مجلس شورى مجاهدي درنا وثوار البيضة وطبرق المتواجدين في محور الفتايح وذلك بعد وصولهم الى المدينة اكد المبعوث الاممي الى ليبيا برناردين اليون انتهاء مهمته في ليبيا وقال انه لن يغادر منصبه قبل توصل اطراف النزاع الى اتفاق نهائي يضع حدا للازمة الامنية والسياسية في البلاد واضاف اليون في مقابلة مع راديو سوان توقيع اي اتفاق سيتم على اساس المقترح الذي تقدم به سابقا ولم يستبعد احداث تغييرات في النص اذا كان ذلك سيخدم الهدف النهائي وقال المبعوث الاممي ان مجلس النواب سيعقد اجتماعا الاثنين قد يعلن فيه موافقته على المقترح متوقعا ان يتم التوقيع على الاتفاق في غضون اسابيع قليلة وتشكيل حكومة توفقية تعمل من طرابلس قال نائب رئيس اللجنة التحضرية لمجلس شيوخ ليبيا ايوب الشرع ان مجلس الشيوخ بدأ في مشاورات بين حكومة الانقاذ الوطني وحكومة الازمة لتقريب وجهة النظر واضح الشرع لقناة ليبيا لكل الاحرار ان المجلس التقى الثلاثاء الماضي برئيس حكومة الانقاذ خليفة الغويل الذي ابدى استعداده ودعمه للحوار الليبي الليبي مضيفا ان مجلس الشيوخ سيتوجه الى مدينة البيضاء بداية الاسبوع المقبل وذلك للقاء رئيس حكومة الازمة عبداللاثني واشار الشرع الى ان مجلس شيوخ ليبيا اقترح ثلاث مدن وهي غات ولا صابعة والجفرة لاستضافة الحوار الليبي الليبي وسيقع تحديد اسم المدينة بعد لقاء حكومة الازمة مؤكدا ان هذا الحوار هو استكمال للجهود الاممية الراعية للحوار السياسي قال رئيس مجلس النواب عقيل صالح ان المجلس لديه خارطة طريق بديلة في حال فشل الحوار السياسي الليبي واشار عقيل في حوار له مع موقع الاهرام المسائي الى ان مجلس النواب سيتجه في حال فشل الحوار الى اجراء انتخابات لرئيس الدولة عن طريق تصويت نواب المجلس عليه معللا عدم تمكن المجلس من تنظيم انتخابات شعبية بالظروف الامنية التي تمر بها البلاد على حد قوله واوضح عقيل انه في حال فشل هيئة الدستور قبل نهاية ديسمبر في انهاء عملها فان المجلس سيتدخل وسيتخذ الاجراء المناسب لانهاء انجاز مقترح الدستور بحسب وصفه وكشف عضو المؤتمر الوطني عبدالقادر حويلي في برنامج ستون عن اجراء لقاء بين فريق الحوار التابع للمؤتمر مع رئيس فريق مجلس النواب للحوار من اجل التواصل بين الطرفين مؤكدا سعيهم في هذا الاتجاه في الايام المقبلة كان من الممكن ان يكون هناك يوم الامس اجتماع في تونس ولكن للأسف نتيجة لعدم التنسيق الجيد اختلفت التواقيد فغادر عضو بره عضو مواطن مره الدكتور كامل جتلاوي كان من مؤمن ان يلتقي يوم الامس الدكتور علي تكبالي في تونس ولكن لم يتم التنسيق بالصورة صحيحة على ما اتقل الاسبوع القادم سيتم هذا اللقاء بالتنسيق مع قوصة ليبيا في تونس من جهتها كدى عضو مجلس النواب ابو بكر احمد تحفظ نوابي حول التعديلات التي اجريت على المسودة المقدمة من المبعوث الاممي مشيرا الى دفعهم في اتجاه ان تواصل البعثة او ان تواصل البعثة جهودها من اجل التوصل للحل السياسي في البلاد وصعوبة اجراء حوار الليبي الليبي في الوقت الراهن بي حسب قوله انا ادفع باستمرار الهيثة الممتحدة في دعمها بان مع ذلك كنت واحد من التافعين في التوار البي بي 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 لكن من الاسف ان من خلال خبرتنا اتجابتنا خلال خمس سنوات الماضية جدنا الصعب يعني فعلا وجراء حوار الليبي بي 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 في بلد الظروف هدية انا ما زلت ربما يعني من انتش شجعين بعقد اي ثوار حتى كان ثوار الليبي بي يجب ان يكون ساحة مضلة في المساهدة قال دبلوماسيون اوربيون ان بعض السياسيين الليبيين سيواجهون عقوبات اوربية تتمثل في تجميد اصولهم المالية ومنعهم من السفر اذا ما اعتبروا اطرافا معرقلة للتوصل الى اتفاق سياسي بين اطراف النزاع في البلاد ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي اوربي قوله ان خيار العقوبات طرح من جديد مشيرا الى انه من الافضل ان تتبنى الامم المتحدة هذه العقوبات منويها الى انه في حال عدم حصولهم على موافقة من الامم المتحدة فستكون العقوبات من طرف الاتحاد الاوربي يذكر انه سبق لاوروبا ان بحثت تسليط عقوبات على معرقل التوافق في ليبيا في العشرين من اكتوبر الجاري وذلك على مستوى السفراء في بروكسل ومن المرجح ان تطرح مرة اخرى في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوربي في منتصف نوفمبر القادم افاد رئيس المجلس العسكري ورشفان عبدالعالي الشيباني بانهم بصدد تبادل المحتجزين على الهوية بين الزاوية وورشفان في حال توافق الطرفان واشار الشيباني انهم اجتمعوا مع مندوب من مدينة الرجبان لنقل مطالب الطرفين المتمثلة في اطلاق المحتجزين وتأمين الطريق الساحل من قبل قوة محايدة الى ان يتم تأمينه من الطرفين بعد بناء جسور الثقة بينهما والذهاب الى مصالحة شاملة بين كل المدن والمناطق مؤكدا على موافقتهم على مطالب الزاوية في حالة موافقة الطرف الاخر افاد ناطق باسم المجلس العسكري مصرات ابراهيم بيت المال بانه لن يتم اي تحرك في المنطقة الغربية قبل التأكد من الجهة التي استهدفت الطائرة واشدد بيت المال على ضرورة محاسبة المتوارطين في استهداف الطائرة في حال رفضوا تسليم انفسهم مشيرا الى ان اي تحرك يجب ان يتم وفق ترتيبات وتنسيق مع القوة الموجودة في العاصمة طرابلس نفت القوات القائمة على الهدنة والتابعة لغرفة العمليات المشتركة في المنطقة الغربية نفت تكليفها بتأمين الطريق الساحلي من قبل رئاسة الاركان العامة وحملت القوات القائمة على الهدنة في المنطقة الغربية في بان المصور المسئولية الكاملة للقائد الاعلى للجيش الليبي نوري ابو سهمين لرفضه هدنة المصالحة وعدم التواصل مع القائمين عليها مشيرة الى ان المؤتمر الوطني وحكومة الانقاذ لم يقدم اي مساعدة لتأمين الطريق الساحلي هذا وابدت القوات القائمة على الهدنة استغرابها من الاصوات التي حملتها مسئولية سقوط الطائرة مؤكدة انهم قاموا او انها قامت بتأمين الطريق الساحلي في الفترة السابقة بمجهوداتها الذاتية ومساعدة الخيرين من دعم المصالحة الوطنية بحسب البيان اننا نحمل المسئولية كاملة للقائد الاعلى للجيش الليبي الذي اصر على رفض تلك الهدنة وعدم التواصل مع القائمين عليها كما اننا في الوقت ذاته نشجل استغرابنا الشديد من الاصوات التي تريد تحميلنا مسئولية ما جرى للطائرة المنكوبة لاننا لسنا مكلفين بحماية الطريق الساحلي من قبل الحكومة دعا المجلس العسكري لثوار الزنتان حكماء وشباب الزاوية وورشفانة الى ضبط النفس وعدم الانجرار الى حرب تدمر ما سماه القواسم المشتركة بينهما وطلب المجلس في بيان له بضرورة الاستعانة بخبراء في مجال التحقيق في حالات تحطم الطائرات لمعرفة الحقيقة وراء تحطم الطائرة العمودية في منطقة الماية وانبه المجلس العسكري لثوار الزنتان الى رفض دعوة الحرب مذكرا انه لا علاقة له بالمواقع التي تتحدث باسمه في صفحات التواصل الاجتماعي طلب مدير منطقة الشورى الادارية محمد سيدي الجهات الرسمية بوضع حد للحصار وتكليف عناصر محايدة على نقاط التماسي بين القوى المتنازعة وعلى البوابات والمطار والاسراع بفتح الطريق من الكفرة الى مناطق الشمال واضف سيدي ان هدوءا يسود الكفرة مع توقف جميع مظاهر الاقتتال وبقاء اجزاء من المدينة تحت الحصار لوجود بوابات تتحكم فيها عناصر تمنع المواطنين من الحركة من والى المدينة واشارى مدير منطقة الشورى الى ترد الوضع الانساني نتيجة انقطاع الكهرباء عن اجزاء من احياء الشورى والكفرة الجديدة وقدر فيه ونقص المواد الطبية وخاصة الاسعافات الاولية والمواد الاساسية فضلا عن توقف المصرف الوحيد في المنطقة عن العمل بسبب نقص السيولة اكد ناطق باسم مديرية امن الكفرة محمد خليل وصول شاحنات محملة بالسلع التمونية والحاجيات الضرورية وذلك بعد فتح الطريق الذي يربط الكفرة بالشمال وتأمينه واوضح خليل ان طريق الجزيرة الخضراء وطريق مديرية الامن سابقا اضافة الى الطريق المؤدي لحي الكفرة الجديدة ما زالت مغلقة مشيرا الى ان المدارس ستفتح ابوابها الاحد القادم مع عدم توفر معلومات عن استناف الدراسة في الجامعة وفي موضوع اخر اضاف خليل ان الوقود متوفر بنسبة 60% وان لجنة الازمة وضعت برنامج للتوزيع العادل للوقود على جميع المواطنين هذه النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل ثمانية عشرة مؤسسة اعلامية الليبية توقع على وثيقة الانتزام المهني والاخلاقي وتتعاهد بنشر تخافة الحوار وعدم تحويل المؤسسات الاعلامية الى منابر لبث الكراهية محلي سيرت ينفي قصف طائرات مجهولة مناطق لما يعرف بتنظيم الدولة وعسكر المسرات يؤكد ان سلاح الجو التابع للمؤتمر لم يستهدف اي مواقع في السيرت مقتلوا شخصين بالرصاص في جدابيا بينهم امام مسجد الملك بعد استهدافه بوابل من الرصاص من قبل مسلحين اثناء خروجه من صلاة الجمعة موسيقى ليون يؤكد انتهاء مهمته في ليبيا ويقول انه لن يغادر قبل التوصل الى اتفاق النهائي ومجلس الشيوخ ليبيا يقود جهودا للتقريب بين حكومة الانقاذ الوطني وحكومة الازمة موسيقى وجهت منظمة تضامن لحقوق الانسان نداء عاجل لتدخل من اجل حماية مجموعة من المعتقلين في سجن الكويفية في بنغازي من بينهم اربعة احداث واوضحت تضامن ان المجموعة التي يبلغ عددها احد عشر معتقلا موجودة في القسم الذي يشرف عليه جهاز المباحث العام مشيرة الى تلقيها معلومات بشأن تعرض وكيل نيابة فرج المشاي لضغوطات من امر ما يسمى بجهاز مكافحة الارهاب فرج قعيم لاعادة المعتقلين اليه في مقره الجديد في منطقة بوتزيرة بحسب ما اوردته المنظمة وعربت تضامن عن قلقها الشديد على مصير هؤلاء المعتقلين بسبب الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها مجموعة قعيم في معتقل برسس من تعذيب ومعاملة مهينة وحاطة للكرامة وقتل خارج نطاق القانون مطالبة وكيل نيابة بعدم رضوخ حسب وصف المنظمة وفي السياق نفسه طالبت المنظمة في ندائها وزارة الداخلية التابعة لحكومة الازمة طلبتها بتحمل مسؤوليتها القانونية الكاملة وفتح تحقيقات عاجلة في ممارسات مجموعة قعيم كما وجهت منظمة تضامن نداء لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة التدخل لدى السلطات في طبرق والبيضاء لحماية المعتقلين والإفراج عنهم نظرا لاعتقال أغلبهم لمدة عام دون محاكمات وقع المشاركون في الحلقة النقاشية الثانية حول تعزيز المعايير المهنية والأخلاقية في وسائل الإعلام الليبية في العاصمة الإسبانية مدريد وقعوا وثيقة الالتزام المهني والأخلاقي في المؤسسات الإعلامية أنصت الوثيقة على التمسك بمبدأ ثقافة الحوار وحرية التعبير واحترام حق الاختلاف وعدم تحويل المؤسسات الإعلامية الليبية إلى منابر لبث الكراهية والتحريض على العنف وشددت الوثيقة التي وقعت عليها ثمانية عشرة مؤسسة إعلامية في ليبيا على ضرورة الالتزام بالحياد والتأكيد على المهنية خلال طرح القضايا مشيرة إلى الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الكفاءة المهنية والمكونات الثقافية في مسألة التوظيف ورأى الكاتب الصحفي عبد الله الكبير أن وثيقة الالتزام المهني والأخلاقي لمالكي وصناع القرار في المؤسسات الإعلامية الليبية لن تؤدي غرضها بسبب انخراط الإعلام في الصراع السياسي والعسكري المشكلة دائما في الأجندة السياسية التي تقف خلف وسائل هذه خلف الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها الإعلاميون أنا متأكد أن نواياهم طيبة وأنهم فعلا يعنون ما يقولون عندما يوقعون على وثيقة تدعو إلى احترام المهنية تدعو إلى الانتزام المهني تدعو إلى احترام الكفاءة قبل نهاية النشرة إليكم تذكيرا بعنوينها محلي ستريا في قصف طائرات مشهولة مناطق لما يعرف بتنظيم الدولة وعسكر مسراتة يؤكد أن سلاح الجو التابع للمهتمر لم يستهدف أي مواقع مقتل شخصين برصاص في الزابية بينهم إمام مسجد الملك بعد استدافه بوابل من الرصاص من قبل مسلحين أثناء خروجه من صلاة الجمعة موسيقى ليون يؤكد انتهاء مهمته في ليبيا ويقول أنه لن يغادر قبل التوصل إلى اتفاق النهائي ومجلس شيوخ ليبيا يقود جهودا للتقريب بين حكومة الإنقاذ الوطني وحكومة الأزمة ختام النشر دمتم في أمان الله ورعايته موسيقى 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 موسيقى